اشتركوا في القناة ونقل وزير الداخلية في برقيته خالص امتنان وشكر الصيادين على الدعم والمساعدات التي قام بتقديمها لهم الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة والذي كان له الدور المميز في الاعداد والتوزيع التنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدة وأكد وزير الداخلية في برقيته أن هبات جلالة الملك لأبناء شعبه المخلص في مختلف الظروف ستظل نبراسا للعمل الوطني الداعم لنهضة جلالته المباركة وأضاف وزير الداخلية في برقيته أن شعب البحرين الوفي الملتف حول قيادة جلالة الملك المفدة سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقيم والمثل العليا سائلني الله تعالى أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يديم على البحرين نعمة الأمن والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدة ترجمة نانسي قنقر